موسيقى تماما رابعا بتوقيت الجزائر موعد اخباري اهلا بكم مشاهدين الكرام والمسهل بالعنابي موسيقى رئيس الجمهورية يعلن في لقاءه الدوري مع الصحفة الوطنية عن قرارات همة تخص الاجور ومنحة البطالة ويرد على اسئلة الاعلاميين حول العديد من القضايا الوطنية والدورية التي تهم الجزائرين موسيقى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة والمتابعة لمشاريع وقوانين عروض تخص قطعات الطاقة الصناعة الاتصال الصحة النقل الموارد المائية والامن المائي موسيقى الفريق سعيد شنغريحة يثني على جهود المرابطين على الحدود ويبلغ تهانية وتبركات رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان وتقديره لنبل المهام التي يؤدونها باقتدار في حماية كل شبر من الطراب الوطني ويدعو الى المحافظات على مكاسب الامن والاستقرار موسيقى موسيقى مزير السكن يكشف عن تخصص أزيدة من سبعين مليار دينار جزائري لإنجاز ستين ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية ويعلن عن استحدث لجنة قطاعية مشتركة لدراسة تدعية ارتفاع أسعار الحديد في سوق البناء موسيقى اختيار ملعب وهران معقل جديد لاستضافة مباراية المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم إفريقيا كوديفور الفين وثلاثة وعشرين موسيقى دولياً اعتداءات وتذيقات جديدة ضد الفلسطينيين وإدارة الاحتلال تعلن عن غلق معبر إيريز منعاً للانتحاق الفلسطينيين بأماكن عملها موسيقى أهلاً بكم مجدداً في المستهل أعلن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية والذي يبث صهرة اليوم على ساعة العاشرة والنصف مساءً عن قرارات هامة تخص الأجور وتخص أيضاً منحة البطالة كما رد السيد الرئيس على أسئلة الإعلاميين حول العديد من القضايا الوطنية والقضايا الدولية التي تهم الجزائريين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعلن أنه ستكون زيادة جديدة في الأجور ومنحة البطالة مع نهاية السنة وتطبيقها سيكون مدخل شهر جنفي من العام المقبل ومن تعهد معها الطبقة الشغيلة نتعنا أننا من النهاية السنة نستلنا إن شاء الله النتائج نهائية من المداخل نتعنا من النهاية السنة تكون في زيادة في علاوة البطالة وتكون في زيادة في الأجور كذلك إن شاء الله من آخر سنة 2022؟ وبخصوص التعديل الحكومي أكد رئيس الجمهورية على أن التعديل سيكون حسب نتائج كل قطاع والمقياس في ذلك سيكون مخرجات قرارات مجلس الوزراء يجب أن نعرف أن هناك مجلس الوزراء ما طبق منه وما لم يطبق وبخصوص المضاربة أن هناك مئة وستين متحنة تتلقى الدعم من طرف الدولة غير أنها لا تقوم بعملها على الوجه المطلوب جينا ولاية لما تشوف المجموعة تعتمويل تاحها مني مشاليها ربعين قنطار في الشهر لكل مواطن إلاك إلا ربعين كيلو في الشهر هم ليها ربعين قنطار وجدنا ما يقارب مئة وستين مطحنة تدي القمح وما تطحنوش ويبيعوا ديلك تمر للمربي المواشي وغيره إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره ولكن المشكلة كذلك عدنا آخر قرار أخذينا منعنا منعبات وبالتقريب جرمنا تصدير المواد الأولية وحول ندرة المواد الأساسية أكد رئيس الجمهورية أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية ستقوم بدورها للتحقيق جنرال la présidente est en train d'enquête sur le pourquoi c'est pénurie elle devrait pas existir drachma adna dwan darin choro c'est pas un problème de concordance entre toutes ces structures monsieur le président non c'est qu'un a de a khadmat sa sanab salim mariana war ولقاء الدوري الذي جمع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الصحافة الوطنية سيبث سهرة اليوم كاملا على الساعة العاشرة والنصف مساء يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطن غدا اجتماعا لمجلسي الوزراء يخصص لدراسة والمصادقة والمتابعة لمشاريع وقوانين وعروض تخص قطعات الطاقة الصناع الاتصال الصحة النقل الموارد المائية وكذا الأمن المائي موصلة لسلسلة زيارات الميدانية إلى النواحي العسكرية وقيادات القوات لجيش الوطني الشعب خلال شهر رمضان المبارك قام السيد الفريق سعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى القطاع العملية جنوب شرق جانت بالنحية العسكرية الرابعة المتابعة لتفقى جلي في البداية بعد مراصيم الاستقبال من قبل اللواء عمر تلمساني قائد الناحية العسكرية الرابعة كان للسيد الفريق لقاء مع إطارات الناحية العسكرية الرابعة ألقى خلالها كلمة توجهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد أبلغهم فيها تهاني وتبركات السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقديره لنبل المهام التي يؤدونها باقتدار أود بمناسبة هذه الزيارة التأكيد لكم أنتم أيها المرابطون على الثغور وفي كامل إقليم الناحية العسكرية الرابعة على غرار زملائكم على مستوى كافة النواحي العسكرية تقديرنا الكبير للجهود المضنية التي تبدلونها في السبيل أن ينعم وطننا المفدة وشعبنا الأبي بالأمن والأمان ومن هذا المنطلق أبيتوا إلا أن أزوركم فيه حاملاً لكم تهاني وتبركات السيد رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقديره للمهام التي تؤدونها باقتدار ليلاً نهاراً في ظروف طبيعية ومناخية صحراوية صعبة كما أردت من خلال هذه الزيارة الوقوف على ظروف عملكم ومعيشتكم والاستماع لانشغالاتكم التي أوليها شخصياً أهمية شديدة وخاصة السيد الفريق شدد على أن الجزائر تتوفر على كل مقومات التجديد والانطلاق نحو وجهتها السليمة الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود كافة أبنائها لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والنهوض ببلادنا لتحتل مكانتها المستحق بين الأمم إن نعمة الأمن التي ننعم بها اليوم لا تقدر بثمن ويجب علينا جميعاً المحافظة عليها وتعزيزها في ذا المشروع قامت وتعزيز أسس الدولة الوطنية في كنف جزائر جديدة قوية ومزدهرة جزائر تتوفر على كل مقومات تجدد والانطلاق بنفس أقوى وإرادة أصلاً نحو وجهتها السليمة وهي طموحات تتطلب تكاتف جهود كافة أبنائها في جميع القطاعات لا سيما القطاع الاقتصادي الذي يعد الدعام القوية والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والنهوض ببلادنا لتحتل مكانتها المستحقة بين الأمم وفي ختام اللقاء أزدى السيد الفريق جملة من التوجيهات والتعليمات التي تندرج في مجملها في إطار تحسين الظروف الماعشية والمهنية للمستخدمين وكذا رفع درجة اليقظة والحيطة والحذر لمواجهة كافة التحديات الأمنية على مستوى حدودنا الوطنية بهذه الناحية الحساسة في قطاع السكن كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي عن تخصيص أزيادة من سبعين مليار دينار جزائري لقطاع السكن لإنجاز ستين ألف وحدة سكنية جديدة مشددا خلال إشرافه على لقاء وطني لعرض حصيلة القطاع خلال سنة الفارضة وتقييم الثلاث الأول من السنة الجري على ضرورة الانتهاء من كل المشاريع قيد الإنجاز موضحا أن قطاع السكن لم يتوقف عن توقيف السكنات على مستحقها رغم الأزمة الصحية التي شهدتها البلاد ويبهو توزيع 320 ألف وحدة سكنية والشروع في إنجاز 391 ألف وحدة أخرى بمختلف السياح خلال سنة 2021 هي حصيلة أحصها قطاع السكن تسليم أزيد من 520 ألف وحدة سكنية خلال السنتين 2020-2021 100 ألف وحدة سكنية كانت قد وزعت سنة الفارضة بمناسبة الدكرة 59 لعيد الاستقلال وتسعمائة وحدة سكنية وزعت بمناسبة الدكرة 67 لاندلاع ثورة 1 نظمبر وقد ختمنا سنة 2021 بتوزيع 320 ألف وحدة سكنية غرم جائحة الكورونا التي عرفتها الجزائر كسائر الدولي كما كشف الوزير عن استحداث لجنة قطاعية مشتركة لدراسة تداعيات ارتفاع سهل الحديد في سوق البناء مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 خصص أزيد من 70 مليار دينار جزائري لقطاع السكن مما سمح بإنجاز 60 ألف وحدة سكنية جديدة مشددا ضرورة الانتهاء من كل المشاريع قيد الإنجاز إلى نفحاتي الشهر الفضيل حيث تتنفس أصوات حفظة كتاب الله في تجويد ذكر الحكيم من خلال فعاليات البرائم الثالث لمسابقة تاج القرآن الكريم تغطية للتلفزيون لمحمد عياشي ومن العبد بترتيل محكم لآيات القرآن الكريم وبأصوات شجية بدأ متنافس تاج القرآن البرائم الثالث أجواء عززت المنافسة بينهم وزادت من عزيمتهم أنا سعيد جدا لأنني تعرفت على مجموعة من أهل القرآن الذين يتقنون جميعهم تلاوة كلام رب العالمين أنا سعيد جدا بهذا الشرف أنني تعرفت عليهم واحتككت بهم واستفدت منهم كثيرا الحمد لله بالنسبة للشعور فهو شعور كأي متسابق مزيج بين السعادة بين الفرحة والتوتر والقلق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني أمام لجنة التحكيم أنا جيد جدا وممتاز والمنافسة على أشدها والشعور أكيد هناك شيء من الخوف والتوتر لكننا نحاول أن نتغلب عليه ولا نجعل خوفنا يصب إلا في الله عز وجل والحمد لله رب العالمين التفاوت النسبي بين مستوى المشاركين دفع لجنة التحكيم للاعتماد على معايير معينة لتقييم أداء المشاركين المعياران الأساسيين هما أحكام التجويد أحكام التجويد المعروفة عند أهل التخصص المخارج الحروف والصيفات الوقف والابتداء المدود الغنن المقادر الحروف إلى غير ذلك كذلك الأداء الصوتي يعني الإنسان اللي يقرأه ويقرأت حس أنه يقرأ مرتاح يقرأ بأرياحية يقرأ بعطاه رب العالمين موهبة صوتيات يعني كل من يستمع إليه يعني يوقن أن هذا هو هكذا أنزل القرآن برنامج تاجي القرآن برنامج ديني يسعى لإبراز مواهب الجيل الصاعد في تجويد القرآن الكريم ولكم فيها ما تدعو محاربة التبذير وترشيد الاستهلاك خلال شهر الفضيل شعار حملة تحسيسية نظمها قدماء الكشافة الإسلامية بالتنسيق مع مديرية التجارة بالجزائر المبادرة استحسنها المواطنون وهي تهدف إلى توعية المواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل تستعد العائلات والجزائرية لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تشهد المحلات التجارية حركية كبيرة في حين تكثف دورية الأمن من خرجاتها ليلا لتوفير الحماية والأمن للمواطنين العين من العاصمة في روبورتاج مايا خرفي هكذا يومية رجال الأمن بالعاصمة منذ بداية الشهر الفضيل وخاصة في العشر الأواخر حركية كبيرة من قبل المواطنين في أماكن الترفيه والمحلات التجارية مما بعث ارتياحا وطمأنينة في نفوس العائلات نحن يكون الأمن يكون الأمن تلقي الناس يجولوا في رمضان لا لا الحمد لله لا لا يكون الأمن شوفي هاي شوفي الحركة شوفي نعم قلت لكي يكون الأمن تكون الحركة تكون نستخرج مش نورما السحب اللي احنا وتسمى ماراهم يخذ دائمين على روحهم والناس مش نورما حركية دفعت بمديرية الأمن الوطني إلى تنظيم دوريات تفقدية في نقاط المراقبة من خلال تكثيف خرجات ميدانية الحمالة التحسيسية التي تقوم بها المديري الأمن الوطني خاصة يعني وحن في مع نهاية شهر رمضان أن تكون هناك حملات مكثفة من خلال كذلك مرافقة المواطن الصهر على مرافقة المواطن وكذلك على حماية المواطن في جميع الفضاءات العامة المساحات التي تشهد إقبال كبير للزوار ويبقى أمن وسلامة المواطن الهدف الأسمى لرجال الأمن اختمت اليوم أيام الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادثي المرور خلال شهر رمضان والتي نظمتها قيادة والدرك الوطني تحت شعار رمضان آمن سوق بحذر المزيد مع زميلة كريمة نشمت هكذا تراوحت محطات الحملة من التحسيس حماية للمواطنين من الحوادث المميتة إلى التوعية سياقة مسؤولة فتكريم لتثمين الآداء عندي حوالي 20 سنة في الميدان هذا مسافة طويلة وما عندي حتى حادث يعني ربيس طار الحمد لله يعني الحمد لله وهذا وش نقول أنا وش نقول بإخواني السوى السرعة السرعة المفريطة لليسرعة المفريطة عندي 14 سنة شوفير نقدم قايتك 40 ويلة نقدمها نقدمتهم قايتك الحمد لله ما كان حتى مشكل ما كان حتى بروبليم في الطريق نشكركم على درك الوطني على التقدير الليدره هنا والشرطة ورقة عمل مدروسة سارت عليها وحدات الدرك الوطنية حملت في مجملها الاحتكاك المباشرة مع مستعملية طرقات طيلة فترة الحملة تحت شعار رمضان آمن سوقه بحذر حيث تم تنظيم ورشد قدمت فيها احصائيات حول حوات المرور وكادة نصائح وإرشادات كما تم توزيع مطويات على مستعملية طارق هذه الحملة تم تنظيمها بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والحماية الوطنية وحامية المدنية وكادة مختلف شراكة الفاعلين في ميدان السلامة المرورية لتبقى مسئولية الجميع لطريق آمن فعلا والآن مشاهدين إلى موعد النشرة الدولية في تقديمها الزميلة جاويدة بادر أهلا بك جاويدة شكرا لك رشيد أهلا بكم مشاهدين إلى موعد الأخبار الدولية نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد بداية جددت الوساطة الدولية في مالي تأكيدها على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التنفيذ الجاد لاتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر وجاء في بيان الوساطة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقيد الأربعاء الفارض برئاسة السفير بوجمع دلمي ممثل الجزائر وقائد الوساطة الدولية أن التجسيد الميداني للاتفاق من شأنه تحقيق الاستقرار الدائم في مالي والمنطقة كلها أعلن نظام المخزن رسميا من خلال ممثله الدائم في نيويورك مع معارضته لعقد اجتماع لجنة القدس التي يرأسها المغرب على إثر الاقتراح الذي صاغته البعثة الجزائرية للاجتماع دون تأخير لتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لسيما في المسجد الأقصى الشريف لتنكشف بذلك نية المخزن في احتجاز لجنة القدس كرهينة لحساباته الضيقة وتلاعبه واستخفافه بالقضية الفلسطينية كما أن اعتراضه على عقد هذا الاجتماع عر نظام المخزن ليسقط القناع وينكشف وجهه القبيح البشع لدى الرأي العام العالمي وعلى نقيض خطى حكومته الدنيئة انتفض الشارع المغربي نصرة للمسجد الأقصى ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وتجريما لتطبيع حكومته مع الكيان الصهيوني الغاضب وهذا خلال مظاهرات حركها آلاف المغاربة في عدة مدن على غرار دربيضاء وفاس ومكناس ومراكش وتطوان وتازع في أشأن الفلسطينية اطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الرصاص باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبل تشاطئ مدينة غزة في وقت أعلنت فيه إدارة الاحتلال أنها ستغلق معبر إيريز اعتبارا من يوم غد الأحد مما سيؤثر على تنقل آلاف الفلسطينيين في القطاع الذي يخضع للحصار منذ أكثر من خمسة عشر عاما ملكة سحقي والمزيد تحرص إسرائيل كعادتها على ملء رزنامة الفلسطينيين بشكل يومي بالعدوان وإغراقها في الانتهاكات المتكررة للأقصى ففي كل بقاع الأرض المقدسة يسمع الرصاص الحي ودوي الأسلحة الثقيلة قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مخيم قلينديا شمال القدس المحتلة واعتقلت الأسير المحرر عزاد حزين من منزله عقب الاعتداء عليه مخلفة إصابة شابين أخرين بالرصاص إجراء روتيني بالنسبة لإسرائيل فهذا أضعف الإيمان استفزازات الاحتلال التي يتفنن في تنويعها تطال كل تفاصيل الحياة للفلسطينيين وبأبشع الطرق تستهدف قوات الكيان الغاصب بشكل يومي أراضي المزارعين فلم يسلم حتى رعاة الغنم من المضايقات وكانت أغنامهم هدفا لرصاص قوات الاحتلال برا كما بحرا وبنفس الهمجية فتحت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين شمال قطاع غزة كل ما من شأنه أن ينغص حياة صاحب الأرض هي خطة العمل المعتمدة لتخرج إدارة الاحتلال بقران جديد يقضي بغلق معبر إيريز غدا وهو المعبر الوحيد مع قطاع غزة لتعرق لبذلك خروج العمال والتجار من القطاع مست مضايقات الاحتلال الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني ليبلغ معدل الفقر نحو الستين بالمئة والبطالة المزمنة نحو الخمسين بالمئة في غزة فشلت إسرائيل في الحصول على الشرعية للكيان في المنطقة واستمر العالم في النظر إليها ككيان سرطاني غريب في جديد الوضع بأوكرانيا أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده بدأت استلام الأسلحة التي طلبتها من حلفائها وهي الخطوة التي حذرت منها روسيا مشيرة إلى أن هذه المساعدات العسكرية ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية إيمان بالملود تفصل في سياق التقرير التالي غموض كبير يكتنف الوضع في أوكرانيا فإحكام السيطرة على المدينة الساحلية لماريوبول أول أمس من طرف القوات العسكرية الدفاعية الروسية كان ضربة قوية لأوكرانيا التي تقوض في كل مرة حظوظ التوصل إلى مخرج للوضع القائم وضع أخذ منعطفا آخر من شأنه تأجيج الخلافات بين الطرفين ولن يثني ذلك من عزمة موسكو في الزحف نحو مدينة خاركيف للسيطرة عليها وهذا ضمانا لتأمين مقاطعة لوغانسك والدونيسك شرق أوكرانيا تطورات أكدت في خضمها وزارة الخارجية الروسية أن المفاوضات بين موسكو وكييف لا تزال متواصلة رغم تعنت الطرف الأوكراني فوفد البلدين يناقشان في كل مرة عبر تقنية التحاضر عن بعد الاتفاقات الممكنة بشأن تسوية الوضع في أقرب الأجال وأمام كل هذه المجهودات الدبلوماسية شحنات اعتبرتها موسكو من حق القوات الروسية في أوكرانيا معربة عن قلقها البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين عن نيتهم في الاستمرار في إمداد حكومة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مكثف متهمة في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو بإبطاء العملية العسكرية الدفاعية لروسيا في أوكرانيا حماية لأراضيها وأمنها القومي من جهة أخرى أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أجره مع رئيس المجلس الأوروبي أكد أن كييف غير مستعدة للبحث عن حلول مقبولة في المفاوضات داعيا الاتحاد الأوروبي بالتأثير على كييف من أجل وقف استهداف المناطق السكنية في دونباس في أفغانستان قتل 33 شخصا على الأقل من بينهم عدة أطفال وأصيب العشرات جراء انفجار قرب مسجد في مقاطعة جندوز شمالية البلاد بعد فترة قصيرة من أداء المصلين لصلاة الجمعة ولما تحدد على الفور طبيعة الانفجار الذي ألحق أضرارا كبيرة بالمسجد كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم وفي بولندا فقد الاتصال بعشرة أشخاص عقب وقوع حادث في منجم فحم صباح اليوم بجنوب البلاد حسب ما أعلنت عنه الشركة المالكة للمنجم انفجار المنجم أدى إلى تسرب غاز الميثان الأمر الذي عطل وصول عناصر الإنقاذ إلى عين المكان بسبب خطورة الوضع ويعد هذا الحادث ثاني حادث منجم تسجله بولندا في غضون أيام مخلفا قتلين وفقدان ثمانية آخرين وبهذا الخبر نصل إلى ختام أخبارنا الدولية لنهاري اليوم شكرا لكم على المتابعة عودة إليك رشيد شكرا لك زميلة جاويدة أعلنت أو كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بياني لها أنه تم اختيار ملعب وهران الجديد لاستضافة مباريات المنتخب الوطن ابتداء من المواجهة الأولى والتي يستقبل فيها الخضر منتخب أوغندا لحساب تصفية كأس أمم إفريقيا كوديفوار الفين وثلاثة وعشر التفاصيل في مراسل السيف الدين بن زرده اختيار ملعب وهران كمعقل جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم قرار أسعد الجمهور الرياضي بمدينة وهران الذي أكد أن الخضر سيلقون المساندة المطلقة بهذا الملعب ابتداء من الجولة الأولى لتصفية كان كوديفوار التي تستضيف فيها الجزائر منتخب أوغندا شهر جوان المقبل بمواصفته الدولية ومرافقه عالية الجودة سيلقى المنتخب الوطني هنا كل الظروف اللازمة لتحقيق أفضل النتائج أرضية ميدان عالمية قاعة للرياضة أجنحة للاسترجاع البدني وخدمات أخرى تقدمها هذه المنشأة تجعلها تستقطب أكبر المواعد الرياضية أما من الجانب التنظيمي سيتم اعتماد نظام الشرائح الإلكترونية لضمان التحاق سلس للمشجعين بمدراجات الملعب مع وضع أكثر من 280 كاميرا مراقبة لتوفير تغطية أمنية شاملة لفائدة كل من يأتي إلى هنا في انتظار أن يكون هذا الصرح الرياضي شاهدا على مرحلة جديدة من إنجازات وأفراح المنتخب إن شاء الله كرويا دائما والحسابية بالدورة الربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا فاز أمس وفاق سطيف على نظيره التراجر الرياضي التونسي بنتيجة هدف لسفر بملعب ردس بتونس وبهذا الفوز يضمن والوفاق تأهله إلى الدورة النصف النهائي والحساب الدوري نفسه يواجه اليوم شباب الوزداد نظيره الوزداد البيضاوي بحظ موفق للشباب في هذه المنافسة مسيرة فنية لما يزيد عن نصف قرن امتزج فيها العمل السينمائي بالمصرحي والإذاعي والدراما التلفزيونية لتشكل مسيرة الفنان الملتزم والقام الإبداعي السامق محمد عجيمي الذي وشح عن جدارة واستحقاق بالبرنوس الأصيل ووسام التكريم في حفل بادرت به الجمعية الفنية والثقافية للألفية الثالثة بمساهمة المصرح الوطني ودوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة وهذا تقديرا لإسهم هذا الفنان المخضرم في إثراء الفن الدرامي الجزائري بأعمال لا تزال راسخة في ذاكرة الأجيال الأجواء تنقلها إكرام قطير راني يقول لك كنت مزروب مزروب كنت مسافر مزروب باش لقوا الطيارة خذي الطاكسي توضرني البون وره دليل الفنان محمد عجيمي والملقب بوحش الشاشة الجزائرية يكرم اليوم بالمسرح الوطني الجزائري نظير انتقائه وإتقانه لأدواره الفنية مهما اختلفت لحظات تاريخية يعيشها المسرح الوطني الجزائري فجأة سارة مبارك الله فيه مبارك الله فيه أعطي الصحة ودائما يعني ماذا نقول لك دائما نتمنى نعمل مسلسلات من وراء مسلسلات ولو عندي هذا يعني بنك كبير في التلفزيون والحمد لله مع الجمهور الجزائري الآن مازال يعبني ومذهبيا إن شاء الله نزيد نعمل في التلفزيون الجزائري العمومي الذي بدأته في خطواتي الأولى فنان أعطى الكثير للسحة الفنية في المسرح في الإيداعة في التلفزيون وفي السليمة محمد عجيمي هذا الفنان شكولي ما يعرش محمد عجيمي عجيمي سيناريست عجيمي اللي أدى الأدوار وفرض روحه في السحة الفنية عجيمي اللي يغنى له بزاف الفنانين أمتالنا ديابن يوسف محمد وجدي يكتب لهم الأغاني وكانت ناجعة هذا الفنان من حقه يتكرم قامة فنية تقمص عدة أدوار أثرت مسيرته الفنية بأعمال قيمة ومتميزة بإلتفاة رائعة وإلتفاة طيبة نشكر بكم من الناس اللي قامت بهذه المبادرة الرائعة للأبتعي بيعشر دابا ربي طول في عمرك ماذا كواه الصحي محمد عجيمي يعني قد ما يقول عليه الإنسان أو الفنان قليل لأنه فنان يعني فنان كبير ومعروف لدى الجميع وعنده أعمال كثيرة للجمهور الجزائري حبها وتبعها لم يكن الفن بالنسبة له مهمة فحسب بل كان ولا يزال مسؤولية ورسالة نبيلة وجب إيصالها للأجيال القادمة يستحق التكريم وحش الشاشة الجزائرية دون مناسع إلى تذكير بلعنو رئيس الجمهورية يعلن في لقائه دوري مع صحفة الوطنية عن قرارات هامة تخص الأجور ومنحة البطالة ويرد على أسئلة الإعلاميين حول عديد القضايا الوطنية والدولية التي تهم الجزائريين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس غدا اجتماع لمجلس الوزراء يخصص لدراسة والمصادقة والمتابعة لمشاريع وقوانين وعروض تخص قطاعات الطاقة، الصناع، الاتصال، الصحة، النقل، الموارد المائية، والأمن المائي الفريق سعد شنغريحة يثني على جهود المرابطين على الحدود ويبلغ تهانية وتبريكات رئيس الجمهورية بذناسبة شهر رمضان وتقديره لنبل المهام التي يؤدونها باقتدار في حماية كل شبر من التراب الوطني ويدعو إلى المحافظات على مكاسب الأمن والاستقرار وزير السكن يكشف عن تخصيص أزيدة من 70 مليار دينار جزائري لإنجاز ستين ألف وحدة السكنية خلال السنة الجارية ويعلن عن استحداث لجنة قطاعية مشتركة لدراسة تدعية ارتفاع أسعار الحديد في سوق البناء اختيار ملعب وهران معقل جديد لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في تصفية كأس أمم إفريقيا كوديفوار 2023 اعتداءات وتضييقات جديدة ضد الفلسطينيين وإدارة الاحتلال تعلن عن غلق معبر إيريز منعا للفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم وقبل أن نفترق مشاهدينا نذكر أن اللقاء الدوري الذي جمع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع صحفة الوطنية سيبثه صهرة اليوم كاملا في حدود ساعة العاشرة والنصف على قنوات التلفزيون الجزائري بيذا مشاهدينا نكون وقد وصلنا إلى ختم هذا الموعد الإخباري صحف توركم موسيقى